السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنوات طيبين ورمضان كريم عليكم. النهاردة نزل تحديث جديد لاداة اصدار تلاتة اتنين زيرو زيرو. وطبعا الاداة دي قوية جدا في تخطي حساب جوجل وعملات كتير ازا عملات التفليش وتقدر من خلال تعمل فورمات كامل للجهاز وتحزف الباسورد بدون حزف بيانات وعملات كتير تانية. طبعا الاداة دي كل الفنيين المبتدئين او غير مبتدئين كانوا بيستخدموا الاداة دي وبشكروا فيها. اداة شبيهة لاداة كده بس طبعا اداة اقوى طبعا عشان ناس تبعى عارفة وفيها مميزات طبعا اعلى. بس يعني هي فهى شبه من الاداة دي. واداة يعني الناس بتحب الاداة دي عمتا يعني يعني اداة سالسة كده فبيقدر يستخدمها في مجال عشان كده لما نزل تحديث قلنا نعمل عليه شرح السريح كده عشان ما طاولش عليكم ونشوف المميزات الادائية. طبعا عشان ما طاولش عليكم نخش على جهاز الكمبيوتر بس قبل ما نخش على جهاز الكمبيوتر اللي عايزه منك لو انت اولا ما تخش القناة ما تنساش تعمل الشخص للقناة وتفعل زر الجرس وعمل اصحابك عشان غيرك تستفاد ونساش تتعمل بلايك لو عجبك الفيديو. هنتجعك الكمبيوتر ونشوف الاداة. اول حاجة نعملها نحزف اي اصدار قديم عندك وتبدأ تقفل بتاع الويندوز بتاعك. ليه? علشان لو موجود وشغال هيعمل لك مشاكل في الجهاز بتاعك. فانت آآ لازم تحل المشكلة دي وتكون قافل الانتفرس. يعني الانتفرس شغال معي هو بيرجع يشتغل تاني بحاول اتأكد روه مقفول. تمام? بعد ما اتأكد روه مقفول وتمام التمام هبدأ اعمل ايه? هبدأ اسبت الاداة. هبدأ اسبت اداة بعد ما شون حزفتا ايه اصدار. تمام? بعد ما تسبت الاداة وتفك الملف المطوط الاول بعد ما تنزلها يعني. اول حاجة هتطلب منك البصورت. البصورت تيفي تي اول تلات حروف من الاداة. تمام? حروف كبيرة. وmnضيفها هيفك معاك الملف المطوط. وبعدmez كده تعمل ايه بقى? اثناء تزبيط الاداة. ملف تزبيت. هيطلب منك بصورت. اثناء عملية التزبيت. برضو البصورت يا جماعة اللي هو تلات حروف من اللي هما دول. تمام? عشان في ناس بتعرفش تكتبهم. اهو. تمام? ده بصورة الاداة. ان كان فك الضغط او التزبيت اهو. الاداة. تمام? بتاخد اول تلات حروف انسخهم اهو. لو انت مش عاب تكتبهم اهو. تلات حروف دول. كوب كده. وتضفهم. هتفك الملف المضغوط واسناء التزبيط هتطلبهم برضو وضفهم. تمام? حروف كبير. جاب تاني. تمام. طبعا اداة زمانش من كده اصدار الجديد الفين اربعة عشرين. آآ اصدار بتاعها تلاتة اتنين زيرو زيرو. ده الاصدار الجديد اللي نازل في شهر رمضان. كل يسان طيبين. التحديث الجديد في ايه بقى? هنا بيقول لك عمل اصلاح للصور اللي خاصة بالتستوين. اللي هي القسم الخاص بالتستوين اللي هو ده. وضف لك في اجهزة سامسونج. ضف لك في اجهزة سامسونج. ضف لك ايه بقى? ضف لك قسم خاص بالتفليش يا ممكن تفلش اجهزة سامسونج من عليه? لو كان موجود مسلا كان فيه خلال حل المشكلة دي. تمام? وضف لك آآ تعمل قراءة آآ لي البيانات تعرف الفلاشة وتعرف اصدار الجهاز في وضع ايه? الدول آآ وضع الدول لوت. تمام? وضع يعني. الاودن ده لوضع التفليش يعني. انت خلوا الجهاز في وضع الدول لوت وتبدأ تعمل ردء في القراءة للبيانات. تمام? طب وضع التفليش برضو وضع الدول لوت تعمل ايه? برضو المعالجات اللي هي اللي خاصة باجز سامسونج تمام? بتتخطى بيها حساب جوجل يعني تختها حساب جوجل تمام? آآ اللي هو تمام? عليا الفين تراتة وعشرين اللي هي حماية اللي ايه? السنة اللي فاتت. اخر السنة اللي فاتت يعني. تمام? المعالجات الاس بي دي لاجهز سامسونج. المعالجات الاس بي دي لاجهز سامسونج. دعم جهازين. مختلفين. اي زيرو سري. واي زيرو سري كور. بيتخطع حساب جوجل ويعمل طبط مصنع. يعني لو جالك الجهاز ده تريد تتحزف البصور دي اللي عليه وتتخطع حساب جوجل. اللي هو المعالج بتاعه اس بي دي. طب قسم بقى الاس بي دي. اللي هو ده. ضف لك في ايه? ضف لك. آآ اصلاح آآ قصدي. عمل للامي لملفات الشبكة. في وضع الدياج. داخل الجهاز ووضع الدياج. لو الجهاز بيبقى مغلق. وده هزير تعلق الصوت وخفض الصوت بيخش في وضع الدياج. تمام? وتتأكد طبعا التعريب بتاعه بيبقى ظاهر هنا كده. مسلا. بيظهر كلمة ايه? دياج. اس بي دي دياج. تمام. انا اخد نسخة من ملفات الامي. واقدر استعدها تاني. يعني مسلا بفلش جهاز بعمل عقية عملية برجع ارجع الملف ده تاني. ده فين بقى القسم ده? في الاس بي ده. تمام? وهنا تقدر تعمل ضبط مصنع وضع الدياج. طبعا في اجهزة بتجينا بنحاول نعملها ضبط مصنع ما تزوطش معنا. في الوضع ده ممكن تعمل ضبط مصنع ليها. تعمل ضبط مصنع عليها وتحزف البصور دي اللي عليه. وممكن ينفع مع الاجهزة الزراير بس يجربوا وقولوا رأيكم برضو في التعليقات عشان ايه? غيركم يستفادوا. يعني جرب التجربة دي وقول رأيك. الزبط مع على جهاز مسلا زراير لو الزراير الصغيرة للاجهزة الصغيرة دي. اه زبط معك مسلا على جهاز كزا اكتب كزا. فك معي اجهاز كزا اكتب نفس الموديل. غيرك يستفاد من كده. انت لما تطلع على المعلومة غيرك يطلع على المعلومة برضو عشان يستفاد. عشان احيان بيجي لنا اجهزة في ناس ما بتعرفش اه تتعامل معها. تمام? اه كمان اختار فوضع الدياج اللي هو بيبدأ ممكن يخرج من وضعات الدياج. يعني لو الجهاز داخل مسلا فوضع الدياج هنا بيعمل خروج منه. ويبدأ الجهاز يشتغل معك. هنا في الوضعية دي تخطي حساب جوجل لبعض البرندات. تمام? وطبعا دي فيديوهات للتعامل مع الاجهزة اللي هي الموديلات دي. ده اجهز السامسونج اهل لو ضغطنا عليها. فوضع تمام? اللي هو تستبوينت تقدر تعمل اي عملية من دول. بمعنى هنا فوضع البي روم. وضع هنا وكاتب لك البي روم يعني مش دلوقتي. تمام? هو بقول لك دعم كده وفي اجهزة كده. على الحالة ما يزبط معك. وضع او وضع البي روم. زر تعتصد وخفض الصوت وتتخطى حساب جوجل او عن طريق اهو. هنا ممكن تتخطى حساب جوجل يا جهز السامسونج اللي هي تستبوينت. اهو. تمام? طبعا فيه معالجات كوالكم برضو عن طريق كابل احنا بنعمله وندخله كوالكم. ادي ايه اللي يعني كوالكم? تمام? هنا وضع اللي انا اتكلمت عليه اهو. بتخطي حساب جوجل الاختيار اهو. بيشتغل على الاجهزة اللي بتدعم المعالجات الميديا تيك. يعني هو الاجهزة اللي بتدعم الميديا تيك. طبعا لما الجهاز يبقى من معالجات الميديا تيك مسلا بس الاجهزة بيبدأ يظهر لك الخيار بتاعها. اهو. اقسام تانية بتظهر لما بتجي تختار. رد انفو دبط مصنع آآ دخول في وضع دول لود. يعني تقدر تعمل رد انفو برضو تقدر تعمل آآ زي فات صغرة المتصفح تقدر تعمل اي عاملات انت عايزة. وضع التفليش طبعا اضاف هولا جديدة اهو. تمام? تقدر تفلش الجهاز بفلاشة آآ اربع ملفات. تمام? اللي هي الفلاشة ملف واحد او ملف البي ال والملف الموديوم وملف السي السي الخاص باللغات. تمام? يعني اداة فيها الحاجة اللي بتدور عليها ممكن تلاقيها فيها. طبعا هيبقى يا ريت في تحديثات القادمة ان شاء الله يضيف معالجات الكيرن اللي هي سبعمائة وعشر. تمام? يبقى حاجة كويسة جدا. اجهزة الاول ضغطنا عليها كده. لو ضغطنا على اجهزة الهواوي هلاقي معالجات كيرن وشرحتها قبل كده بس معالجات كيرن سبعمائة وعشرة تجريبي. يعني ممكن ما يزبطش معاك. بنسبة كبيرة تسعين في المية. تمام? بس الاجهزة اللي ما فهاش تست بوينت. آآ ما فهاش كلمة تست. يعني تجريب دي اختبار. هتشتغل معاك. بس المختوب عليها تست دي تجربة يعني مش هتزبط معاك. تمام? عشان هستبعار. تريد تعمل ضبط مصنع تخط حساب جوجل تخط حساب هواوي دي. وطبعا بنصح اي حد اي اداة قبل ما تعمل مسح حساب هواوي دي لازم تاخد نسخة من آآ لملف. ولقد راح حصل حاجة بصمة مش شغالة حصل مشاكل حاجات اللغات مش موجودة في حاجات ظهرت غريبة في الجهاز هترجع الملف ده. هيحل لك المشكلة. تمام? يعني هو الراجل اهو عاملك حساب هواوي دي بس ضيف لك الخانتين اهو. اللي انت تاخد نسخة قبل ما تعمل تخط حساب هواوي دي. تمام? ده اللي اجهزة اللي هو. الاس بي دي. تخش على الاس بي دي. ضف لك قيمة خاصة باصلاح الامي. وتعمل تعمل برضو تخط حساب كوجل وعمل ضبط مصنع فضع الدياج اللي انا اتكلمت عليه. وعشان تختار الاجهزة او الشركات. تمام? هتختار المعالجات اهو. دي معالجات ودعم التية ستة مية وعشرة لاجهزة اللي هي زي تاب المدارس. تمام? بس في ناس مجربة اشترات. اللي يجرب يقول رأي وفتعالات برضو. تمام? وبعض المعالجات هاي. هنا الشركات. تختار اي شركة من دول. ريلمي اه اه تكنو اه نوكيا اي جهاز انت عايزه بيزهر لك الموديلات. بيزهر لك الموديلات. اهو. الريلمي اهو. النوكيا. وطبعا فيها تحديثات مستمرة يعني هتلاقي اجهزة تضافت مش لازم يبقى كتيرة بس يعني على قد ما الراجل بيضاف لك الاجهزة اه اللي تلاستخدمها. بس دي بتبقى معالجات بتنفع لمعظم الاجهزة اغلبية الاجهزة. يعني في معالجات دي بتبقى شبه بعضية فبتقبل معك. عشان الناس تبقى عارفة. دي الاداة. التست بوينت بقى اي شركة بتدور عليها مسلا او عايز تقرف بتاعها ممكن تتطور هنا. بتكتب هنا في البحس يظهر لك الجهاز. لو افترضنا جهاز سامسونج هي المعالجات الكوالكم. طبعا عشان الناس تبقى عارفة بقى معالج كوالكم مسلا. تمام? فبنختار الجهاز اهو بنوصله اهو. مكتوب جنبه يعني فيه اجهزة اهو نزل دلوقت حاليا معالجات وبرضو في اجهزة بتوصلة تمام? اهو. ايدي ايه? كلمة ده يعني كوالكم. لو تسعة زلو زلو تماني. اهو. وتعرف المعالج ازاي? تمام? بتبحس تكتب الموديل ده على جوجل وتكتب جنب سي بيو. بيظهر لك بقى مواقع كتاب تعرف تتأكد من كزا موقع وتعرف ان كان معالج ده ايه. اهو تستموين انت اهو اجهزة الاوبو. شوفت تستموين جنب ايه? النقاط الاي سي. بتفيدها صعبة شوية. اهو. الاجهزة اللي موجودة هزهر لك بتاح جيدة شاومي. اهي بتاح اهو. وطبعا لو في مشاكل كبتزهر معك في الاصدار القابل ده اللي هو كان اصدار تلاتة اه تلاتة واحد اه اتنين. تقريبا ده اللي كان الاصدار القابل ده. فده الاصدار الجديد اللي هو تلاتة اتنين زيلو زيلو. ده الاصدار الجديد لسه نازل من حوالي حداشر ساعة اتناشر ساعة. وده اه نازل النهاردة. تمام? اه في شهر رمضان الكريم. كدعم الفانين المبتدين في مجال السوفت وير. تمام? اداء محترمة اداء قوية جدا تستخدمها. اه تغنيك برضو عن باقي الادوات او تبدأ تتعلم عليها عشان بعد كده تجهز نفسك وتبدأ تجيب ادوات تانية او اكتر من الادوات دي. استخدمها في شغلك يعني. تمام? اي قسم الاقسام دي تتخطى به حساب جوجل تحزف طبعا شرحات قبل كده في القناة. اه كنت مقدم شرحات يعني اه لتخط حساب جوجل وعملات كتير عن طريق الاداة دي وشرحت الاداة كزا مرة. بس احنا بنشرح الحاجة اللي يعني نزلت جديدة اه في الاداة. تمام? وطبعا اداءة بسيطة مش حاجة صعبة في الشرح يعني. اه وطبعا زي ما احنا قلنا كده لو انت اول مرة تخش القناة. ما تنساش تعمل شارك للقناة واتفعل زار الجرس وما نشير لاصحابك عشان غيرك استفاد وانساش تدعمي لو عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.